بعد أمي مفيش حنية حتى الليسي بيغني للأم الله العظيم عيد الأم مش يوم الأم عيد الأم غصبا عن عين اللي عايز في حياتنا يغم حلوة عيد الأم تاني عيد الأم مش يوم الأم عيد الأم غصبا عن عين اللي طول الوقت عايزين حياتنا تغم مين اللي عايزين حياتنا تغم المتطرفون والسخفاء والحاجات التانية مش لازم نذكرهم دلوقتي اللي طول الوقتي يقول لك لا عيد الأم حرام عيد الأم حرام عيد الأم حرام حرمت عليك عشتك يا شيخ والحياة دعوة دي اللي أنا بقولها حرمت عليك عشتك دي هم اللي بيحاولوا يعملوا طول الوقت ان هم بيحرموا علينا عشتنا فاكرين الناس يقولك الخيار حرام خيار ايه اللي حرام يا قتنت ومش عارف ايه حرام و ايه حرام و لو عملت كده حرام و لو عملت كده حرام ووصل مجموعة من السلفيين او اللي بيدعوا ان هم سلفيين لان السلف الصالح الحقيقي هو اللي فاهم دينه صح لكن مدعاة دعاة السلفية او مدعي او قد صح مدعي السلفية اللي بيقول لك عيد الأمة حرام حرام من أني ناحية هو أنتو حفظين مش فاهمين أنتو بجد حفظين مش فاهمين مفيش هنا خلاص لغين العقول إذا كنتو فاهمين فلسفة الإسلام اللي بتحض على السماحة والحب والمودة والرحمة ومكارم الأخلاق التي بعث من أجلها النبي المحمد الهادي الخاتم الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ثم بر الوالدين ده أنت مش تعمل عيد أم ده أنت تعمل شهر أم تعمل سنتين أم يا أم المؤمنين فكروا قبل ما تفتوا أنا هنا كلامي لمن يتصدر للفتوى بغير حق فكروا قبل ما تفتوا افهموا قبل ما تحفظوا الدين عقل وفهم ورسالة مش تجهم وتحريم وتغليض أنتو اللي كرهتوا الناس في الدين أنتو اللي كرهتوا الناس في الدين وانتو اللي شوهتوا صورة الدين وانتو اللي عملتوا كل حاجة للأسف الغرب بيتهمنا والدين بريء مننا وانتم المدانون كل سنة والأم طيبة في عيد الأم في عيد الأم مش يوم الأم في عيد الأم وعايز أم حد يفتح بقو تحياتي واحتراماتي تحياتي واحتراماتي وانتو اللي شوهتوا الناس في الدين وانتو اللي شوهتوا الناس في الدين